اه ازاي اختار مظبوط الكتاب المناسب بالنسبالي في التنمية البشرية لو احنا بنتكلم بقى النهاردة عن التنمية البشرية التنمية البشرية بحرها كبيرة زي ما حضرتك قلت وكلمة شاملة جدا ازاي اختار الكتاب المناسب بالنسبالي انا علشان اقدر استفيد منه بجد وما بقاش بقى ارى كلام كله عنوين وكلاشيهات وفي الاخر انا مش هعرف اطبقه وفي الاخر انا مش هقدر استفيد منه في الكتب في حاجة من الاتنين أنا محتاج إيه أو أنا عجبني إيه حلو أنا محتاج إيه يبقى أنا هدخل المعرض بتاع معرض الكتاب أو أي مكان وأخذ اللي أنا محتاجه أنا اليومين دول مثلا لو عندي مشكلة في اتخاذ قرار يبقى هدخل أجيب كتب عن اتخاذ القرار عن مهارات اتخاذ القرار خطوات اتخاذ القرار عندي مشكلة في حياتي عن إدارة الوقت ببعرفش هدير وقت صح يومي في حاجات كتيرة ومتلخبت في اليوم بتاعي يبقى أروح أدور عن حاجة في إدارة الوقت ندخل على شغل وعندي شغل مهم عاوز أعمل للشغل ده يبقى أجيب حاجة تسعبني في الانضمام إلى العمل الجديد ده يبقى ده ما أحتاجه عشان يختار اللي هو عاوزه نمرة اتنين في فرق بين ايه ما يعجبه يعني ايه بندخل معرض الكتاب كلنا يمكن كنا كده زمان وكل المشاهدين معاك يدخلوا معرض الكتاب ندخل معرض الكتاب نجيب كتب كتير جدا 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 نروح البيت نحطها في البيت وبعدين يعودوا جنب إخواتهم الكتب التانين ونطلع الكتاب كتاب نقرأ منه شوية وبعدين ما نكملوش ايه أنا زمان كنت كده ويمكن فيه ناس كتير كده بيشاركوني نفس التصرف أو السلوك ده ولكن ليه علشان جبنا ما نحب مش ما نحتاج فبناخده نشيره في البيت مع كتب كتيرة ونفاجأ في الآخر وقول يا ده أنا عندي كذا وما أرطوش ده أنا عندي كده كتير وما أرطوش وقد يؤدي ان ده الناس ما يميلوش للقراءة بعد كده أو تكون سبب شخصي لواحد مش للناس ممكن ان شخص واحد نفسه يقول لك ما أنا بجيب كتب وما أراش لا هو عشان جاب كتاب باختيار خاطئ طب أختار الكتاب ازاي بما أحتاج من الكتب مش ما يعجبني الآن من الكتب طب ما أحتاج أجيبه يعجبني أكيد ما جيبش أكيد أي كتاب